نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلا بكم أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن عام 2021 سيكون عام تقديم الخدمات للمواطنين وسيلمس الجميع ذلك مؤكدا أن الضلوعية جزء من صلاح الدين ونتعامل معها مثل باقي المناطق لأن هدفنا الاستراتيجي لا يتعلق بكسب سياسي وإنما الإيفاء بوعودنا في تحسين واقع الخدمات المقدمة لأهلنا وقال المحافظ خلال تجمع عشائري كبير في الضلوعية أن خدمة المواطن خط أحمر ولا يجب التهون بها من أي طرف كان ولن نلتفت لمحاولات تعطيل مسيرة الإعمار ومحاربة الفساد بالتلفيق وتأنيب الرأي العام المحافظ أضاف أن قرار الاقتعاد عن العمل السياسي والتفرغ للعمل الخدمي تم بقناعة كاملة رغم الصعوبات والضغوطات التي نواجهها ويعرفها الجميع موضحا أن العمل السياسي يجب أن يكون نتاجا للعمل الخدمي وليس العكس والأمل كبير بتكاتف العشائر لتحقيق المصلحة العليا بذات الهمة التي قهرت مخططات الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر